هم الجانبين سيسيران بصورة متوازية لأن تركيبة البيت الداخلي لا يتعارض مع تنفيذ السياسة الخارجية السياسة الخارجية ستمر بعدد من المراحل وأفتكر الأول شيء بحكم الضرورة هو المشاركة في الدورة الرابعة والسبعين للأمم المتحدة لأن الدورة تمثل أول ظهور للسودان الجديد وفي هذه الدورة سيتكثف العمل على أساس إعطاء العالم كله فكرة عما يدور في السودان عما قامت به الثورة عما تنوي أن تقوم به وما هي توقعات الثورة من المجتمع الدولي وأيضا قراءة ما هي توقعات المجتمع الدولي من الثورة وهذا هو الغرض الأساسي من المشاركة بصورة مكسفة في دورة الأمم المتحدة هذا بالإضافة إلى أن الأمم المتحدة هي منبر للقاءات السنائية منبر لمناقشة المشاريع الدولية التي تكون بها الأمم المتحدة من النواحي الاقتصادية والاجتماعية حضرتك ذكرت الاجتماعات السنوية للأمم المتحدة فعلا هي فرصة لربما لقاء أغلبية الدبلوماسية العالمية وملفت بأن حضرتك ذكرت أن السودان أنكم ستكونون مشاركون هل مشاركين عفوا هل المشاركة كبيرة ستكون من قبل هذه الحكومة والمجلس السيادي في اجتماعات الجمعية العامة؟ ستكون هناك مشاركة فاعلة في الاجتماعات إن شاء الله عظيم السودان عنده تحديات أيضا تتعلق بالجوار دول الجوار إن كان فيما يتعلق بليبيا إن كان فيما يتعلق بجنوب السودان إن كان فيما يتعلق بتشاد يعني في الكثير من الأمور اللي كانت ربما لاحقت تهم منها لاحقت النظام السابق هذا على المستوى الإقليمي كيف ستحلونه؟ يعني أنا في اعتقادي إن كل المشاكل تحل بالتفاوض يعني دون اللجوء إلى العنف دون اللجوء إلى مثلا المقاطعة دون اللجوء إلى أي يعني في الأول وفي الآخر التفاوض هو الحل لأي مشكلة موجودة وهذا سيكون ديدننا نعم بهذا الإطار كمان في مشكلة هي اسمها مشكلة النيل مشكلة المياه مشكلة الفيضانات يعني طبعا هذه مشكلة داخلية لكن مشكلة النيل هي مشكلة تتعلق بوزارة الخارجية لها دور فيها وزارة الخارجية أين ترون وضع السودان فيها مثلا؟ يعني هل تتحدثين مثلا عن أي مشكلة في النيل؟ على الحصص سد النهضة سد اللي تبنيها بأثيوبيا الحصص الموازعة بين الدول منابع النيل؟ هي الحصص دائما يعني من قبل يعني موجودة إن كل دولة عندها حصة في مياه النيل نعم يمكن الشيء اللي ترى هو سد النهضة سد النهضة غد يؤثر على الحصص الممنوحة لكل دولة ولكن كما قلت نعم إنه أي شيء يمكن حله بالتفاوض والآن يعني حتى الدول هناك لجنة ثلاثية بين السودان ومصر وإثيوبيا نعم طيب النقطة الأخيرة التي أريد أن أتناولها مع معاليكي هي السودان الجديد هو أين أكثر من يعني إلى أي جهة يميل أكثر من الأخرى هل هو عربي هل هو إفريقي هل هو إقليمي السودان هو السودان ويعني في كل ما قلت السودان الآن يتجه إلى سياسة خارجية محايدة متوازنة تضع مصلحة السودان في المقام الأول وماذا تقول هذه المصلحة يعني هذا ماذا تقول المصلحة السودانية في الأول يعني يعني المصالح كثيرة طبعا المصالح كثيرة في مصالح الاقتصادية في المصالح الاكتماعية في المصالح السياسية فأينما كانت مصلحة السودان نحن لها طيب بهذا السياق السودان ينتظر الاستثمارات ينتظر الخارج أن يأتي إليه وحقيقة كثير من الخارج يريد أن يأتي للاستثمار في السودان أين دور وزارة الخارجية في هذا الموضوع وفي تسهيله وفي جذب هذه الاستثمارات يعني وزارة الخارجية ليست وحدها هناك وزارة الاستثمار هناك وزارة المالية هناك وزارة التجارة هناك وزارة الصناعة يعني كل وزارات القطاع الاقتصادي هي معنية بهذا الأمر الخارجية مهمتها في تيسير وتسهيله تسهيل وصول المستثمرين إلى السودان نعم فقية الوزارات في القطاع الاقتصادي كل وزارة لها دورها نعم أنا وقتي يشارف على الانتهاء سؤال أخير إلى أي مدى حتى الآن رغم أنه اليوم كان يعني البداية الفعلية لهذه الحكومة شعرتي بأنه في فعلا تضامن والتفاف حول وجود سيدة مثلك حضرتك في سدة وزارة الخارجية طبعا اليوم يعني هو اليوم الأول ولكن طبعا سبق أداء القسم فيه كان عدة أيام ووجدت مساندة كبيرة جدا ويعني الكل يعتقد أنه يعني آن الأوان لتمكين المرأة وإعطاءها دورها المستحق في إدارة البلاد نعم أكيد بدأت شكري شكرا جزيلا مع تهانينا مرة جديدة ترجمة نانسي قنقر